تواصل الدولة جهودها الحثيثة في توفير كافة الكميات المطلوبة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمختلف أنواعها وذلك لكافة المحافظات في هذا الإطار تم عقد اجتماع لمجلس المحافظين في مكر مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث عدد من ملفات العمل المهمة وفي مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا في هذا الإطار أشار وزير التنمية المحلية محمود شعروي إلى ضرورة التنصيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين ومن جانبها لفتت وزيرة الصحة هالة زايد إلى أنهم من المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس إلى 40 مليون مواطن